بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المشاهدين مرحبا بكم وبرنامج تاج الصح معروف وكل الناس تعرف هذه المقولة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى الصحة أغلى من الذهب وأغلى من الجاه وأغلى من السلطان وأغلى من كل شيء نعلم جيدا أن صاحب المال يضحي بكل ما يملك من أجل الصحة صاحب الجاه يضحي بكل ما يملكه من جاه في سبيل الصحة إذن الصحة هي أغلى شيء من ما يملكه الإنسان لذلك نحن هنا في هذا البرنامج وقد اخترنا هذا العنوان الصحة تاج سوف نبدأ من قبل ما يولد الإنسان بمعنى أننا سنبحث في كيفية أن يكون الجنين في بطن أمه صحيحا الأم التي تحمل الجنين صحيحة البدن الأسرة كاملة تكون صحيحة البدن هذا هو هدفنا في البرنامج أرحب بكم بعد انقطاع طويل فقد كنت أقدم برنامج منذ أكثر من عشرين سنة ولمدة ست سنوات في قنوات أخرى اليوم أرحب بكم في مصر وإن شاء الله رب العالمين نستطيع أن نوصل المعلومة أنا هدفي أن تصل المعلومة لست البيت وراجل البسيط العادي أن يعرف المعلومة لأن إحنا مش في درس علم لطلبة الطب ولا بنحاور بعض علميا من الاطباء سيكون ضيفي بعد قليل إن شاء الله الدكتور سامي قنديل وهو استشاري علاج الألم هنشرح لكم بهدوء جدا كيفية الفهم الكامل لمفهوم ما معنى كلمة الألم والأمل في العلاج طالما ظهرت علي كلمة الأمل والأمل في العلاج سيكون أيضا معي لقاء إن شاء الله اليوم عن الصحة في الغذاء الآمن والمعروف ويعني كلنا عارفين جائحة كورونا اللي موجودة في هذه الأشهر التي نحن فيها كل الناس عرفت أن الغذاء الصحيح والتغذية السليمة هي الأساس للمقاومة الكبرى لكل الأمراض وليس الكورونا فقط يعني الكورونا هي مرض من ضمن آلاف الفيروسات اللي موجودة الفيروس الإنفلونزا فيه عشرة آلاف طائفة من الفيروسات جميع الأمراض تحتاج إلى مناعة المناعة تحتاج إلى غذاء إذن كما قلت لكم سوف نبدأ من البداية الجنين صحة الجنين في حلقات قادمة إن شاء الله صحة الأم صحة الأسرة كاملة زي ما قلت أنا منهجي إن شاء الله هيكون أن نبسط المعلومة كل الناس تعرف التركيب التشريحي ونقول سبحان الله في عظمة الخالق كيف أبدع وصور كان لي فقرة أنا أحبها جدا وهي وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن شاء الله رب العالمين سوف أربط بين العلم والطمأنينة في القلب لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك فأبدع وتعرف منها مثلا مثلا يعني نريد أن نتكلم عن مرض السكر فممكن أن نتكلم عشر دقائق في كيفية سيطرة الجسم الطبيعي على مرض السكر وبالتالي سنشرح لكم تركيب البنكرياس ما هو الإنسوليد مثلا علاج الألم نعرف تركيب المفاصل ونقول سبحانه الذي خلق فأبدع وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن شاء الله يعني أتمنى أن نكون مفيدين لكم وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتطرق تقريبا إلى كل الموضوعات الهدف منها أن نحن نوصل معاكم إلى الفهم الصحيح والأسلوب الصحي السليم حتى نتجنب المرض دائما يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج ونحن هنا إن شاء الله سنعرفكم بأسلوب بسيط من العلماء من الأطباء من الأستشاريين في نقطة مهمة جدا وللأسف الشديد أقولها وأنا في غاية يعني الألم مش الألم بتاع الحلقة اللي جاي بتاع الدكتور سامي لا الألم اللي بيعتصرني وأنا أجد آلاف وعشرات الآلاف من الفيديوهات من ناس غير متخصصين وللأسف الشديد هذا الموضوع في غاية الخطورة والله هو ناس يعني يضللون الناس طيب يعني حتى من الناحية الدينية ناس تجيب لك أحاديث لهي صحيحة وتقول لك ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما يصحش منهج المفروض إن احنا كلنا نرعيه إن اللي بيلقي معلومة لابد إن يكون أدها يعني لما أقول معلومة طبية أنا مش هقول معلومة طبية إلا من مصدر موثوق من فم من هو خبير في هذه المعلومة لذلك ضيوفنا دايما إن شاء الله رب العالمين سيكونون على قدر هذه المسئولية تاخد المعلومة الصحيحة من الشخص الصحيح وليست يعني انفجارات المعلومات على السوشيال ميديا معلومات ربعها صح وتلت تربع غلط يضل للناس ده شيء يعني خطير جدا الكلمة أمانة ولذلك إن شاء الله رب العالمين هدفنا إن احنا نوصل المعلومة الصحيحة احنا إن شاء الله زي ما قلنا لكم هيكون معنا فقرتين قادمتين فقرة مع الدكتور سامي قديل إن شاء الله والفقرة الثالثة من هذه الحلقة هتكون مع الأستاذ أسامة الفار عن الغذاء الآمن دقيقة وسنعود إليكم أهلا بكم عزيزي المشاهدين وضيف عزيز على قلبي الدكتور سامي قنديل استشاري علاج الألم والرعاية المركزة وكلام حلو عن الألم طبعا غريبة كلمة كلام حلو عن الألم المعروف إن الألم شيء مزعج ولكن سؤال خارج السياق دكتور سامي هل إنسان يستطيع أن يعيش من غير ما يكون فيه إحساس بالألم؟ لا طبعا الألم في مواقف كتير جدا جدا نعمة من ربنا لأنه مبدئيا هو معبر ومؤشر إن فيه شيء بيحصل وبأسولوجي أو شيء مرضي بيحصل أولي عزيز بالله فده معناها إن إحنا مؤشر باتري بيديك ألارم تبدأ تتعامل وتلحق الموقف إيه اللي بيحصل بالزرط؟ فدي مؤشر جدا بعض المرضى السكر والعزيز بالله بيحصل إنه بيفقد إحساس الألم نتيجة التهاب في الأطراف الأعصاب اللي هي محسش بريكله محسش ممكن تتخبط منه في الترابيزة أو في أي حاجة إصابه يتحور وما يحسش بيه وممكن يحصل إنه يتلوث وندقل والعزيز بالله لمريض حاجز ما مريض قدم سكري وما يتلحقش فلو فيه ألم وحس بالوجع كان بدأ بسرعة خد باله ودأنا نلحق الموقف ونتعامل معه بدري يعني أحد رأيك عايز تقول فيه ألم جميل أه طبعا نعمل من ربنا ومؤشره بيه خلينا نلحق الأمور قبل ما تتفاق فيه ألم جميل والله واحد كان بيعمل عمرة ومالله يشفيه ويعافيه يا رب طبعا إحنا عارفين إن منطقة بتاعة الصحن الحرب اللي لها أبيض يعني طارد للحرارة ما بيمتصش الحرارة وراجل ماشي من غير حزاء فعدى على منطقة الأسفل تخيل إن بطن رجله بالكامل كأنك حطيته على صفيح ساخن ومش حاسب من ساعتها والله سبحان الله هذا الألم نعمة فيه ألم جميل وألم حلو اللي هو ألم ألم الولادة الست بتبقى عجاية على حدث سعيد وبتبقى موصوطة وفي الآخر عارفة إنها هتاخد رزق من ربنا اللي هو ابنها أو بنتها آه بعضهم ما بتحملش وبنبدأ نعمل حاجة اسمها ولادة بدون ألم ولكن هذا النوع من الألم ألم برضو مبشر وحدث سعيد جاي فالألم بطبيعته أو نتكلم عنه فهو أخد منحة كبير جدا جدا وبقى فيه علم فيه الدراسات وبقى فيه ماجستير ودكتوراه وزمالة في علاج الألم يعني أنت حراك دوية عايزت نقلنا على الألم المزعج وأنواع الألم المزعج وهل له علاج وإيه الطرق الجديدة علميا معروف إن الألم ده شيء بيغير مود الإنسان بيقى نفسيا مش كويس بيقى درجة حرارته ممكن تتأثر نفسه ممكن درجة ضغطه يعيلا موده مقاش كويس إحنا درسنا حاجة اسمها الحالة نفسها المريض أثناء الألم الألم أنواع مش كل نوع من الألم أنا هتعامل معاك هنا ناعد أنا وانت لا الألم الحاد اللي هو حالات طرأة جدا حالات خط خد زي زبحة صدرية والعزو بالله انفجار في رحم انفجار في قرحة مغس كلوي حاد مغس مراري حاد أنواعية الألم دي دي طيطة واري لازم تروح المريض لازم يروح لمستشفى يتعلق له محليل واخد أدوى ياخد مسكنات ونبدأ نتعامل مع الموقف اللي حصل زبحة صدرية دي ما شاعد أقول لا دا يدور على دكتوري الألم مش ده ما جالنا خالص ومش ده طبيب الألم اللي احنا هنروح له إنما طبيب الألم فيه مرضى معينة هي اللي تروحت لدكتوري علاج الألم المرضى دول لو بصنا كده للإنسان من شعره رأسه لحد رجليه هتلاقي فيه حاجات بتتعايش مع المريض ومع الإنسان ومش عارف تخلص منها وراح لكل أنواع الدكتر مثلا الصداع النصفي تليه كشف رمض وقام في أذن وكشف عن دكتور السكر وده شمخ وأعصاب وبرغم ذلك ملوش حل فيه ألام الرأبة فيه تيابس الكاتف فيه خشونة الرجبتين فيه ألام العمون فقري ومشاكلها كتير جدا 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 فيه الشوكة العظمية فيه حاجات كتير جدا بتلازم المريض من التخليف قد وظيفته ما بيقاش لها علاج أو علاجها يتطأ علاجها بقى يدخل تحت التقنيات الجديدة بتاعت علم علاج الألم تمام فديه أنواع كتير من أنواع الألم تمام زي خشونة الرجبتين زي ألم العمود الفقري ألم النزرق الغضروفي ودول حاجات مشهورة جدا بما أن حضراتك متخصص في علاج الألم فهل هناك مثلا في خشونة العمود الفقري وخصوصا في الرقبة وهي ألم مزعج هل هناك علاج كامل لسبب المشكلة ولا المانوفر أو الطريقة التي تستخدمها لتسكين الألم لا كان زمان الأول الفكرة اختلفت كتير جدا كان زمان الأول المريض اللي بيشتكي من الألم في رقابته مثلا أو انزرق الغضروفي في ظهره كان بيروح للدكتور المخصوعة والعظام يدينه مسكن ويدينه مرخ عضلات ويبدأ يقول له أعمل أشعة يلاقي عنده انزرق الغضروفي مثلا في يوم قيل له أعمالية جراحية وده اللي كان ماشي زمان الدينية تغيرت وتطور كل يوم جديد النهاردة أنا المريض لما يشتكي من رقابته واشتكي من زلق الغضروفي في ظهره ببساطة جدا بقول له اعمل لي رانين أم أرواك الرانين ده بيديني شكل الغضروفي اتحرك ازاي أو اللي بعاجل اللي فيه جاي ازاي أو اللي هو اتحرك على يمين أو على الشمال على هذا الأساس وعلى هذا تأثيره بنبدأ نتعامل موقف ناس كتير جدا متخيلة ان المريض بقى عنده انزلاغ الغضروفي مثلا ما بين الفقرة مشهور جدا ما بين الفقرة الرابعة والخمسة أو الخمسة والعجزين المريض ده 95% منهم مش محتاج تدخل جراحي انت متخيل الرقم كل 100 مريض بيشتكي من انزلاغ الغضروفي في ظهره 95% مش محتاجين تدخل جراحي خمسة بس طب هم مين الخمسة دول اللي ممكن اقدر حكم عليهم مقول ان ده اللي هيعوز تدخل جراحي ومفوش نقاش ان لازم ان كل المريض ده بدأ يشتكي من ضعف في عضلات رجليه سقوط في الادم يبدأ الموضوع يتطور شوية يعني بدأت تأثير على الاعصاب يعني بدأت المشكلة تتطور حركية اللي هي مسؤولة عن حركة الجسم لاننا المريض الحركة وانه يبدأ يروح وييجي وتحرك حاجة مهمة جدا انه يتوجع المريض ده لو ما بدأش نسبة كبيرة جدا احنا ممكن نلحقهم بدون تدخل جراحي كبير وقبل ما تتفاقى من المشكلة نلحقهم بتدخل لعلاج الالم وعلاج المشكلة قبل ان تتفاقى تمام لان المريض ده لو هو داخل في الغضروف انزلق وجايله قدام على النخاء الشوكي هيبدأ يشتكي من ضعف عضلاته سوط في الادم يبدأ يتغور الموضوع يدخل في عدم تحكم بول وبراز ويبدأ يقعد في الارض خلاص شلل والعزب الله ده لازم تدخل جراحي انما جاي بيقول لي انا بتوعجع بحس بوجع جامل في ظهر وفي دقيقتين وانا بصلي رايح مشوار بعد الناس تفقد وظيفتها بسبب وجع في ظهرها يبدأ يحس بالام وكهرباء وسيخ نار في فاخد رجليه يوصل للسمات الرجلي من تحت ممكن صابع رجله كل ده معناها ايه؟ معناها بأعارات كتير جدا وكل واحد بقولها بطريقته بس في الاخر معناه الانزلاق الغضروفي حصل على الجنب او على الجنبين حصل بولج ان هو المبعاج او بروز لمس جزور الاعصاب فعمل فعل تهاب جامل جدا ودي بتوشاق خاص ما بين الناس كده اقول لك عرق النسا العراض دي مش محتاجة تدخل جراحي ايه نعليجها بقى ازاي؟ هي ستة خطوات مفاش نقاش من واحد لحد ستة مينفاش اجيب خمسة قبل ثلاثة او اتنين قبل اربعة لا لازم ترتيب واحد المريض ده لازم يستريح لازم ياخد راحة محترمة جدا وكان زمان من الاف السنين اللي كان يجيله نزوله غضروفي في الغابة او في الصحراء كان بينام مش عارف ايه مش قادر يتحرك من الوجع اسبوعين ثلاثة يخفهم يجري فالراحة مهمة جدا ما يشيلش تقيل الست البيت ما تشيلش السجادة ما تشيلش ترميزة تقيلة طب يا دكتور هو رايحنا اسبوعين ثلاثة ومستريحش قوي ولسه فيه وقع انهم جايين عم دينوا علاجات فيه ادوية وفيه مرخيات العضلات وفيه حاجات ضد الاتهاب ما استريحش نعمل جهازات علاج طبيعي نحسن الحركة الدموية ونحاول نعمله كما دات برضو دكتور ما استريحش ندخل بقى على التقنية العالية في علاج القلم الجديدة والاحسن اننا من الحاجة اسمها حق نجزر حق نجزر الاعصاب دي بنستخدم جهاز السي ارم وبنجي موضعي وبنحقن حوالين الاعصاب الملتهبة ادوية مخصوصة تضيع وبعض الحالات بنحقن بلازمة علشان تقوي جدار الغضروف طب برضو محتاجين مريض عامل عملية وعنده الالام دي جامدة جدا نتيجة الالتهابات والتلايفات حوالين جزر العصاب بنستخدم حاجة اسمها جهاز التراضي الحراري بيساعدنا جدا في الشغل ده وبنجي موضعي برضو بس بنستخدم جهاز السي ارم لو كل ده والمريض لسه عنده غضروف جاي عالجانب ونشف على هذا الوضع وبيلمس على طول الليل ونار معاي مجهود بنعمل حاجة اسمها شفط وتبخير الغضروف ده بجهاز تغير شبه مكنة للقهوة كده بيدخل بنجي موضعي نحلق وننظف الحاتة دي ونهزبها ويبقى المريض نعملش عملية ويمشي بعدها بنص سنة يعني اصبح الموضوع وعلاج جذور المشكلة وليس مجرد مسكنات اه بقى علاج وليست مسكنات انا الموضوع ما بقاش اه ده المسكنات لها مشاكل ومشاكل على المعدة وعى الكلم من ضمن المشاكل اللي فيها ألام كتيرة وبنشوفها مع الناس الكبار وتوصل الامر الى تركيب مفاصل صناعية اللايف ستايل الحياة اللي اصبحت خاملة مفيش فيها حركة كتير اثر كتير جدا وناس كمية كبيرة جدا وحتى بنشوفهم حوالينا كل العائلات دلوقتي فيها اكيد حد بيشتكي من الركب الركب وخشونة الركبتين وتآكل الغضاريف نعم خشونة الركبتين من الامراض المشورة جدا ومفيش بيت مفيهوش أسبابها معروفة تقدم السن الوزن الزيادة جدا سكر وضغط والعزو بالله في الاخر لو كتاب مع الموضوع كتاب ناس عندهم الروماطويد والامراض المختبطة بالمناعة شوية بتأثر على الغضروف في الاخر المريض بدأ يدخل في خشونة حقيقة وبدأ يحصل تآكل في الغضروف ده بنشخصه بطريقتين ان احنا لازم نعمل اشعة للمريض وايف الرانيني بيفدني في الاربطة بتاعت الرجبة ولكن انا عايز اشوف حجم الغضروف قديل اللي يتآكل فبعمل اشعة دية والمريض وايف وافحص المريض كويس اقدر احدد درجة خشونة الخشونة بتتراوح من اولى لحد الرابعة درجة اولى وتانية وتالتة التعامل معاه سهل جدا وبقى احدى سطرق علاقة خشونة الرجبتين وبنوصلش المريض ابدا انه يحتاج لمفصل لان النهال فعليا للمفصل بعد ست شهور سنة المريض بيقعد في الارب لانه بيفقد العلاقة ما بين رجبته والمخ بيقى في حاجة حديد هنا العلاقة ما بين الرجب والمخ بيفقدها المخ فيش اشارات فالمريض عضلته بتطعف فبيقعد في الارب فالمفصل حتى امريكا نفسها بعد ما كانت هي المكتشفة المفصل بترواجله جدا في اواخر التمينات والتسعينات بدأت دلوقتي تلغي فكرة المفصل ورجع التاني للتجديد وبناء غضروف وفيش افضل من الطبيعي احنا بقى بفكرة باحدى سطرق علاج كشونترق بين كاننا اول يستخدمه سكينات ويحقينه كورتزون ونستخدم الملين كل ده نتائجه ان هي كانت حاجة معقدة احدث حاجة وهي اللي بيجيب النتيجة الحقيقية دلوقتي وبدأت تبان على الارب الناس اللي هي وارب الناس شفتهم وزملاتنا ان احنا نحقن البلازمة الغنية بالصفاح دمائي بلازمة بانبيب مخصوصة بعجزة فصل مخصوصة ناخد كمية دم من المريض ونفصلها فيانبيب مخصوصة بتطلع لنا بلازمة غنية بالصفاح دمائي فيها عوامل النمو بالملايين نحقنها ببنج الموضوعي ببساطة جدا داخل رجبة المريض بتنشط خلال غضروف زي ما العظم بتلحم اللي بيخل العظم تلحم هي عوامل النمو اللي جوه الصفاح دمائي احنا بنجمحها لانا مش عارفة توصل هنا نتيجة الضغط ونتيجة الدورة دمائية متأثرة في عوامل كتير منعا العوامل تيج فاحنا بناخدها بالامر المباشر ونحقنا داخل الرجبة بتنشط خلال غضروف يبدأ يعيد بناء نفسه والتآكل يبدأ يقل ويبدأ يبني نفسه بتقول للمريض يحس براحة الرجبة تبدأ تلين وحسب درجة خشون انتم ممكن احتاج جالسة او اتنين دي احدث حاجة والكل العالم بيعملها في الوقت حتى الرياضين بدأوا يستفادوا جدا انا عارف ايو انا متابعه وشايف ان حتى اللعاب الكورة علشان الاستهلاج بتاعهم للغضريف اكتر من الناس العادية فبيحصل تآكل فهم محتاجين عملية تنشيط يعني حتى الانسان السليم او الرياضي جدا قد يحتاج عملية حقل البلازمة طبعا ده الانسان اللي هو عايز احنا دخلين بعد البلازمة دخلين في خلايا جزعية والموضوع بكل يوم فيه جديد لان هو ده بند الطب التجديدي تجديد الخلايا واعادة البناء واعادة الشباب اه اعادة شباب قطع بقطع في شركة يابنية بتقولك استوبوف ايجنج في شركة يابنية بتشتغل في البلازمة والخلايا الجزعية بتقولك استوبوف ايجنج يعني اوقف تقدم العمر يعني ان واحدة تانية شباب على طول فكل يوم فيه جديد دي احدى دستورة علاج حشان تروجبتين الحمد لله احنا بنحقاها والنتاج هي اللي حكمت أنا بقى أنا أربع سنين بنتكلم في البلازمة في علاقة شونة رجبتين النتاج هي اللي حكمته قالت ومشجعنا جدا 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 وفيه تفاصيل كتير جدا المريض بيسمحها ونغير ونطريد حياته وندي أدوية ومساعدة وبندي حاجات مغزيات معينة بنمنعه من الحاجات اللي كان بسبب الخشونة يبدأ المريض يستعيد حياته تاني ودي بتبقى نقطة فصلة جدا بعد ما كان هيستسلم للقعدة بدأت رجبته تلين وبدأ الوجع يقل فيبدأ يتحرك وإحنا نوصيه دايما ما تقعدش في الأرض حرك رجبك ده مفصل حركه الحركة فيه مهمة جدا جدا وهو ده اللي بيخلينا نتشاجع لأن المريض بيجي أقولك أنا حاسد رجبتي بدأت تلين رجبتي بدأت تقلل الوجع يقل بدأت حس الخبط اللي فيها والخروجة هتقلت يعني احنا بنكسر الفيشي السيركل أو الدائرة القميقة التأكل الحمال يحصل وهتبدأ عضمتين الدائرة القميقة إنه هو قاعد من شدة الألم جسمه وزنه بيزيد فبيزيد الألم فبيزيد مصاعب الركبتين فأنت بتكسر الدائرة الفيشي السيركل اللي هي الدائرة القميقة أو الدائرة المزعجة يخف الألم هيبقى عنده فرصة للحركة هيبدأ يخف وزنه تانية فيبدأ يستعيد وأهم حاجة في المنوفر دي يا دكتور فوزي إن إحنا بنعملها ببنك موضعي كينينا عاديم مع بعض كده وأنا عملتها على الهوى مرة عملتها أنت المريضة على الهوى مرة أمام ملايين المشاهدين لأن الموضوع هامش التعيم وهمش إن إحنا أخذ عينة الدم وبنك موضعي وسوقيزي جدا يعني الموضوع ما فيهوش أي نوع من الخوف وآمنة لبنسبة مليون في المية لأن أنا بأخذ دم من المريض أمام عينه وأفصله فأنا بيبقى الدم عينه وبأسحابها تانية حينهاله في نفس اللحظة يعني دم المريض نفسه بنركزه يعني أكد بس بس ده المشاهدين أن الدم بتاع الإنسان نفسه بتستخلص منه المادة المحفزة وبتحطها في جهاز السنترفيوج اللي هو الطرد المركزي بياخد البلازمة اللي هي فيها جروس فاكتور اللي هو عامل الهرمون عامل النمو عوامل النمو دور 22 نوع من عوامل النمو بتتحط في مباشرة على الركبة بكميات كفيلة إنها تحفزها وتجعلها استعيد صح جدا التحفز تحفزها إنها تنشط لأن الغضروف ده مش حتة خشبة لا ده خلايا طيب الحلسطولوجي وتفتكر يا من كلية إزاي آه جاين حي وخلايا بتتكون إزاي وطبعات فوق بعضها بتنسيق سبحان الله فبدأ يتآكل وده تخشن فيحكوا بعضهم فيوجعوا لما يبدأ يعيد بناء نفسه فالخشونة تروح واللي يحصل سموزينجي تاني وهو نفسه والغضروف اللي بيفرز المادة السائلة بتاعته فيبدأ يبقى فيه تزييد كمان جوه الرجبة الدينة تتحسن جدا وهو ده ده المغزر حقي لأن البلازمة دي أنا أعتبرها وبيت دايما نقول على سائل سحن وبداليل إنها ظهرت في جاح كورونا لها فايدة دلوقتي وبدأوا يستخدموها في علاج كورونا كان زمان البلازمة معروف إنها بتعالج في مشاكل النزيف بدأت في مشاكل التخديركة بتحل لولا تحل البشر في الدم ولهم وتحل مشاكل في مشاكل التخديركة بتحل في حاجات معانا بتحصل في التخديركة بتحلها جدا النهاردة بنعالج بيها حاجات كتير وزملاتنا الجلدية بيستخدموها في الشعر وفي البشرة في علاج خشونة رجبة منزلق الغضروفي مهمة جدا جدا بدأت فكورونا لأن ده خلق الله الدم والبلازمة ده حاجة محدش عارف صنعه فهي البلازمة فعلا أنا بيعتبره بقول علي دايما السائل السحري بتفيدنا جدا في علاج خشونة الرجبتين والنتاج هي اللي حكمت وقالت وأوروبا كلها دلوقتي بتتكلم على الـ PRP لا حتى إذا ما اتفقنا أن الرياضيين نفسهم بيستفيدوا من حقن البلازمة المريض أبسط حاجة هيجي والدم عينيه ناخد منه عين الدم وبعد ما بنشخص وقاله درجة خشونة كالدرجة التانية الجلسة أولى واحتمالت عز جلسة تانية بعد شهر شهر ونص لأنه بندي فرصة الغضروف يبني نفسه حييجي المريض معاه أشعة نشوف فنشخصه ببساطة جدا ونكلم معه ونوضح له إيه اللي عنده ونقض عينة الدم ودم عينيه في نفس اللحظة وفي نفس الوقت الكاشف ونحقن له ونص عشر داير ربع ساعة يقوم يمشي روح أنا باقي معايا تقريبا دقتين دكتور سامي وطبعا يعني الحمد لله احنا يعني وضحنا موضوع خشونة الرجبتين والعلاق بالبازمة عشان نخلص موضوع الألم أو إن شاء الله يبقى لك لقاءات تانية معنا كتير في جزء مؤلم شوية وهو أن المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض خبيثة يعني اللي عايزك لنا دول بيبقوا يعني بجوار الألم النفسي فيه ألم عضوي بيكون شديد هل يعني الحالات اللي زي دي لها طريقة في تسكين الألم بحيث أنه يعيش حياة مطمئنة هادئة بل هم دول اللي بادئوا يعلم علاج الألم مرضى الأوراهم لأنه كان مريض بيقى ظروفه أو وضعه خلاص ما نفعش معه أي تهدخلات كرحية أو أي حاجة وخلاص بقى الأطيب يقولك ده بقى له مرحلة يعيشها بقى في إم بيس يعني فبيبقى ساعتها مشكلته الوحيدة الألم استخدام المسكينته باستخدام معينة من أدوية المخدرات وكلام من ده ما تجيبش نتيجة بل إن محتاج تدوز يعلى فأنت هتمشي على المنطقة اللي فيها المشكلة وتشوف مسارات الأعصاب اللي طالع من المنطقة دي وتيجي في حاجة اسمها الجيت أو ستيشن المنطقة دي بتحط وتجمع كل أنواع الأعصاب كل أنواع الألم اللي جاية وتطلع على المخ إنت لو قفلت الطريق ده أو قفلت المنطقة دي ومنعت الإشارات تطلع على المخ فهمش أحس بالألم وده بنعمل حاجة اسمها بلوك أو بنعمل بنقفل مصارات الأعصاب اللي مثلا عنده والعزو لحد عنده ألم أو رام في البطن فأنت بتيجي على السيليك ترونك أو الحتة اللي هي ماشية أو بتجمع وتطلع على تأجنب العمود الفقري بنحين أدوية وبنحين مواد معينة بتقفل بتقفل مصار العصاب فهو مش يحس خلاص وملوش علاقة برضو عشان الناس بتلخبطش ملوش علاقة بالحركة احنا بنقفل للأعصاب اللي هي السنسوري أو اللي هي بتنقل الإحساس الألم إنما بتاعت الحركة هو بيقدر يروح ويجي يتحرك زي ما هو عايز فدي من أحدث حاجة في بقى حاجات البمب نقدر نحط له بمب بتا تديره جرعات معينة من الأدوية ممكن نعزرع له حاجة اسمها استوموليتر في النقاع الشوكي علشان يدي تحفيز فما ينشط النقاع الشوكي فما يديش إحساس الألم فيه تفاصيل كتير جدا تفاصيل كتير فيها وإحنا يعني طاقة نور يا رب خلي ومعروف إن الألم مؤلم والألم مزعج وزي ما انت عملت الألم والأمل هو إحنا دايما إحنا عندنا أمل دايما ربنا عافي الجميع وخصوصا موضوع علاج الألم المقلقة بتاعة الروكبتين أعزائي المشاهدين بتقدم بالشكر لأخي الدكتور جريسان القنديل كلام مفيد جدا وهم جدا ووقان الله إياكم الألم والشرور وفقرة ثالثة إن شاء الله وضيف آخر وعن الغذاء الآمن